اليوم احنا فكرة المناطق الحرة طبعا هذه فكرة قديمة عبر الزمن على سبيل المثال كان عندك سوق عكاظ كان هذا يعتبر أسواق الحرة فأقول احنا أساسا متأخرين أصلا والكويت يعني احنا عرفنا الكويت دائما سباقة في الأفكار النيرة والمشاريع اليوم ميزة هذا المشروع سباقة بالأفكار ومسمع الأسف متأخرة في التنفيذ هذا بنية علي احنا طبعا عارفين المعوقات اللي قاعدين مر فيها واللي راح ان شاء الله ان شاء الله هالمشروع الكبير ما يمر فيها لا لا ان شاء الله بإذن الله يعني دامنا فيه يعني هالنخبة اللي اختارهم صاحب السمو بالنسبة لأعظام السلع للتخطيط التنمية اللي صاحب السمو وقف على الأسماء اسم اسم ونعم فيه واحنا دائما سمو الرئيس الله يحفظه دائما يعني في كل اجتماع يقول لنا أنتو سمو رئيس الوزراء طبعا يذكرنا أن بهذه الثقة ثقة صاحب السمو وثقة شعب الكويتي ويذكرنا أن فهذا الشيء طبعا قاعد يزيد من حماسنا طبعا الملامح المشروع هو مثل ما تفضل أخوي بابو عبد العزيز طبعا الميزة في هذا المشروع أنه أنه رح يكون طبعا على أرض خام بدون معوقات المعوقات اللي قاعد نشوفها الآن في البر الرئيسي طبعا شراك القطاع الخاص لتنفيذ هذا المشروع طبعا رح يكون فيه أكثر من يعني فيز فيز وان وفيز تو وفيز دري رح يكون مثلا عندنا مدن سكنية رح يكون فيه مدن سكنية رح يكون فيه مدن الفجارية لأن أنا بس بضيف نقطة أن جزيرة بوبيان يعني كمساحة أكبر من مساحة بعض الدول اللي قائمة الآن خونس مساحة الكويتي أي فبالعكس حنا نشوف أن هذا جاهز هالمشروع ما فيه معوقات نعم ورح يكون طبعا يعني قيمتك بالنسبة حق الاسم الريجن يعني رح يكون حتى قيمة مضافة الاقتصاد الكويتي رح يوفر فرص عمل ورح يكون المواطن حتى مشارك فيه